وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 414 قضية تنمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 110 أطنان ونصف الطن من المواد الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط ما يقرب من 36 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يقرب من 75 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 619 قضية من بينها 181 قضية خبز ناقص الوزن و102 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 5 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 45 طن أقماح محلية